موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة أخرى من سلسلة هيوات رايحانة كامال نقدم لكم اليوم وجبة سهلة وسريعة والديدة بسم الله على بركة الله نبدأ في استعراض المقادر أخذت جوج ديال الماطيشات محكوكين ومصفين وضعتهم في مقلات على نار متوسطة وضفت ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ممكن تعودوا بالزيت النباتي كتحركوا المكونات الأولى اللي هي عبارة عن ماطيشة وزيت الزيتون ممكن نضيفه صلصة الطماطم الجاهزة كنضيف التوابيل بحسب الرغبة سكينجبير ولبزار والتحميرة اللي هي فلفل حمرة حلوة مع الكامون والملح اللي كتبقى بحسب الدوق القليل من بدرة التوم هذه المكونات أنا استعملتها لأنني سنضيف القليل من لحم المفروم وهو الكفتة إذا كنتم ستستعملوا طون أو ججاج أو ما تضيفه حتى بروتين يعني نقصوا التوابيل كتافي وغير بسكينجبير والبزار والملحة نضيفها جيدا نجعلها تقلة دقائق قليلة هنا ضفت كما تلاحظوا كمية قليلة من لحم المفروم الكفتة نحاول نفتتها جيدا حتى نساجم مع صلصة الطماطم ممكن لا تضيف الكفتة واللي بغير يعودها بشي حاجة ممكن إما صدر ديال الجاج إما الطون غير الطون خليه آخر حاجة ضفت هنا جوج ديال البطاطات مقشرين ومقطعين ومسلوقين كتصفيوها هنا حركوا غير بشوية هذيك البطاطا باش ما تكسرش ليكم كنضيف المعدنوس اللي كيكون بقطع كنضيف البيض شوية بشوية حسب الاختيار بغيتو ثلاثة اربعة خمسة اقل او اكتر هذا راجي لكم كتحاولوا تضير واحد الفراغ فين توضعوا الحبات ديال البيض انا ضفت خمسة ديال البيضات هنا ضروري ما تغطيو هاد الاناء بشي حاجة باش كترجع ديال الحرارة وكيتماسك بسرعة كنضيف الجبن احمر مفروم يعني مسألة اختيارية كنغطي المقلع واخر حاجة كنضيف شوية ديال المعدنوس مقطع البيض ما كياخدش الوقت بالزاب في الطياب كيتماسك لينا بسرعة يعني وجبة سريعة كنحضرها في دقائق قليلة وكنقدموها بصحة وراحة ممكن تناولوها بملعقة او الخبز لكم الاختيار هاد الوصفة تنفع للاخوات العاملات او الطلبة او اي شخص كيمل من تحضير العشاء اليومي هادو واجبات خفيفة ولديدة وسريعة في التحضير ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله الى اعجبكم بحال هاد الفيديو ونشارككم وصفات اخرى باذن الله كانت معكم رايحانة كمال خليتلكم راحة في امان الله